في الوقت الذي يلعنون فيه رجلاً آخر مقدساً في قومه ويعامل ليس كبطل قومي بل كرجل صالح وولي إنه ويال الهول تيمور الأعرج تيمور لنك الذي له ضريح اليوم فيه سمر قند يطوف به قومه ويتجوهون به يتوسلون بجاهه إلى الرحمن الرحيم تيمور لنك يلعنه الأتراك ويلعنه العرب لأنه قتل من أهل العراق قيل مثل الذين قتلهم المغول أو قريباً من ذلك قتل منهم مئات الألوف شيء عجيب جداً ومسلم تيمور لنك مسلم اسماعيل الصفوي مسلم سليم مسلم بيازيد مسلم أبو لؤلؤ المجوسي له ضريح ومقام يتبرك به الإيرانيون للأسف الشديد لأنه قاتل عدوهم الأكبر قاتل أحد الملاعين في نظرهم الفاروق عمر بن الخطاب فاروق الإسلام في نظرنا فأبطال قوم هم العنو قوم آخرين حقيقة كل الدنيا تعيش هذه الحقيقة حقيقة عادية أكثر من عادي انتبهوا أكثر من عادي نريد أن ننبش تحتها ونرى تداعيات هذه الحقيقة ونظائر وأمثال لهذه الحقيقة ومدى فعل وتجلي هذه الحقيقة في مديات أوسع والأمر جده والأمر جده طبعا في سياق الغرب نفس الشيء وفي تاريخ الهند وفارس واليابان وهكذا كرومويل كرومويل مثلا باطل قوم عظيم في نظر قومه الإنجليز وهو الذي ثار على الملك وطهارهم من رجز ذلك الملك في القرن السابع عشر بقطع رأسه يعني الملك وأنشأ فيما يزعم نظاما جمهوريا ينحز فيه الجماهير ولم يكن الأمر على هذا النحو بل كانت جمهورية المزيفة نظاما طائفيا مستمدا من أفكار كالفين ولذلك أدار المجزرة الحمراء المروعة والفضائع الدامية على الكاثوليك الإرلنديين تمر قريبا من وستمينستر آبي وترى تمثاله على حصانه باطلا قوميا إنجليزيا عظيما يمر به الإرلنديون يبسقون عليه ويلعنونه ويلعنون أيامه لأنه جزرهم لأنه جزرهم قد يقول قائل هذا ما حصل وهذا ما سيحصل وربما ما سيظل يحصل إلى أن يشاء الله فالحقيقة جاءت الأديان لكي تخفف من هذه الغلواء لماذا؟ لماذا يعبد قوم زعيما ويلعنه آخرون للضيق والاحتياج والفقر الضيق النزاع أيها الإخوة السبب الرئيس والأكبر في جملة أسباب أخرى هو الضيق والاحتياج حتى الاحتياج إلى أن نتوسع على حساب الغير دائما المصالح المصالح هنا تمثل في القلب المصالح قبل العقائد انتبهوا وهذا الذي أضر بالعقائد وبالذات العقائد الإلهية السماوية بالأديان بالشراء الإلهية المصالح ولذلك أكبر الآلهة على الإطلاق هي المصلحة أكبر إله يُعبد ولا يزال يُعبد من دون الله هو المصلحة مصلحة الفرد ومصلحة الطائفة ومصلحة الشعب ومصلحة القبيلة مصلحة الأمة ممكن مصلحة الاتحاد والقارة أكبر إله أكبر شريك لله أكبر شريك لله لأنهم يحتاجون أيها الإخوة ولا يمكن أن يلبوا هذه الاحتياجات كما قلت إلا على حساب الآخرين لأن المسألة دائماً تنازعية إما لك وإما لي إما لك وإما لي فمن هنا كان أبطال قوم ملعوني قوم آخرين وستظل المسألة على هذا النحو إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى جاء الدين أيها الإخوة لكي يرسم خطة علاج لهذه اللعنة التي تلازم الاجتماع البشري طبعاً أنا أقول هذا وفي ذهني في خلفيتنا القريبة جداً أننا الآن أصبحنا كما أشرت في خطبة الدولار أو نهيار العالم أصبحنا نسمع في الأشهر الأخيرة في الآونة الأخيرة وتقريباً دون أن يحرك أحد ساكناً تهديدات بحرب نووية عجيب هل فعل البشرية يمكن أن تطوأ يمكن جداً وأكثر مما تتخيلون يمكن جداً لأنها ظلت تفعل هذا عبر الأزمان هذه البشرية لم تتعافى الذي ظن أن هذه البشرية وأن هذا الغرب بالذات الغرب الأوروبي والأمريكي تعافى تماماً هذا مغفل لا يعرف ما هو الفكر ولا ما هي السياسة ولا ما هو الطريق البشري مغفل جداً هم لم يتعافهم بالحرب الأولى بعدها بأقل من عشرين سنة تقريباً وهاء عشرين سنة أذاروا إيراها حرب أخرى كانت أفضع ولم تنتهي إلا في الخمسة والأربعين قريبة جداً والآن كأنهم تحطشوا ونبض لهم العرق هذا العرق الإنساني على كل حال هذا العرق الإنساني تاريخها للبشرية أيها الإخوة أقل من عشره سنوات سلام وهدوء وتسعة أعشاره كما يقول مؤرخ الدنيا ومؤرخ الحضارة تسعة أعشار التاريخ البشري حروب ودماء وأشلاء وعذابات هذا هو هذا تاريخنا كه بني آدم تاريخنا كبني آدم تاريخ البشر هذا هو أيها الإخوة جاءت الأديان أيها الإخوة لكي تضع برنامجاً برنامجاً في حقيقته إذا شئنا وإذا شاء الغير أن يفهمه على ما هو عليه أن يتلقى في أحد ينبغي أن يقدم بين يدي الله ورسوله يتأستذ يعمل نفسه بروفوسور أستاذ أبداً لا تقدمه بين يدي الله ورسوله وإلا هذه أيها الإخوة ماذا أقول يعني على كل حال يأتي إنسان لكي يعلم العلام العليم لا إله إلا هو ما فيه إما أن تتعلم وإما أن تهلك لكن الأسف الشديد نحن دائماً نفعل هذا لا عن المسلمين فقط كل البشر وكل الأديان أي العقائد دائماً نفعل هذا نأتي إلى النص الإلهي ونعيد إنتاجه عبر تأويله يبقى النص مكتوباً في أغلب الحالات في أغلب الديانات كما هو لكن يعاد إنتاجه وتفهيمه وتدريسه وتعليمه للأتباع والشيع والناس بمنطق النحن بمنطق المصلحة منطق القبيلة والعشيرة والأمة والطائفة والمذاب ومنطق الزعيم منطق الأنا يضيع الدين هنا دخلنا في الشرك هذه محاولات شركية حقيقية توثين للدين يصبح فيها المعبود دون أن يدري هؤلاء العابدون ليس الله تبارك وتعالى أبداً الموحد ليس الله تبارك وتعالى الواحد الذي لا شريك له والمعبود الذي لا ثاني له القبيلة الطائفة العشيرة الأمة الزعيم وهذا دون أن نذري نفعل هذا باستمرار ومن هنا قال محمد إقبال رحمة الله عليه رحمة واسعة الكفر يضحك من إسلامه عبارة طبعاً تقشعر لها جلود هؤلاء الذين يضحك الكفر من إسلامهم انتبهوا لا يمكن أن يقشعر لها جلد من يريد أن يفقه إسلامه حقاً العبد العبد الذي رضي أن يكون عبداً لله يتعلم حسب من الله يخضع وحسب لله تبارك وتعالى يأتي نقياً طاهراً بارئاً أمام كلمات الله العلوية هذا بالعكس يبصم بالعشر وبالعشرين على كلام محمد إقبال أن الكفر يضحك من إسلامنا هو لم يقل الكفر يضحك من الإسلام الإسلام كما هو وفي نفس الأمر لا قال من إسلامنا يريد إقبال من الإسلام كما نفهمه كما نؤوله كما نعيد إنتاجه وثنياً غير خالص غير إلهي بشرياً طائفياً مذهبياً قومياً قبلياً عشائرياً أنوياً وإن شؤتم أنانياً هو هذا يقول الكفر يضحك وكيف لا يضحك كيف لا يضحك تذكروني يا إخواني قبل بضع سنوات يسيراً فقط حذرت وقلت هذه الطريقة في خسخصة الدين أحد الظرفاء من علماء الأنثبولوجي عرف الدين مرة طبعاً وهو لا يحتاج لأنه عالم أناس عالم أنثبولوجيا ليس مدعواً أن يعرف الدين في ذاتي ويعرف الدين كما يتدين به الناس هذه الأنثبولوجيا أصلاً هذه الأنثبولوجيا هذه ليست فلسفة عرف الدين بأنه إدارة المقدس ما رجمنت المقدسات نعم الإدارة في منطق المصلحة منطق التجارة منطق الحسابات وكما قلنا الدين في ذاته كما أنزله الله وكما أراده الله يقع خارج وما وراء الحسابات والمصالح والعراكات والصراعات لا شعن لله لا شعن لدين الله لوحي الله بعراكات البشر البشر يتعاركون بمصالح البشر حين تصطدم هذه المصالح بتأويلات البشر لا 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 هو يريد أن يقدم إليهم خطة يمكن أن تنقذهم من جنونهم من طمعهم من جشعهم الآن البشرية مهددة بحرب موية ثالثة قد تأتي على المليارات منها أيها الإخوة إلا أن تأتي على الكوكب بأسره لا أقدر الله ولا أسمح وإذا كلام لسى جنونا كل شيء واقع محتمل أيها الإخوة وفي نهاية المطاف أيضا في القلب من هذا ومن هذه الكالثة أيش الماثل مجموعات قليلة وأفرد قليلون كما قلت في خطبة نهاية العالم حازوا المليارات مليارات 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 ولا يشبعون لا يشبعون ولأنهم يريدون أيها الإخوة استدامة حالة السلب والنهب والاستعباد والسرقة وتكديس المليارات يمكن أن يذهبوا بنا إلى حرب نووية لماذا؟ لأن هذا الوضع يبدو أنه لم يعد قابلا لأن يستمر هم يريدونه أن يستمر وبأي معنى مثل هذا الجشاح مثل هذا الإغراق أيها الإخوة في التمركز حول الأنى حول الهوى حول المصلحة حول المدى شيء جنوني ولذلك أنا أقول لكم دين الله كان ولن يزال في وظيفته الأولى تعليما لكل البشر من العقول من طبقة أرستو مرورا بأمثال هؤلاء الرؤساء المغامرين وانتهاءا بحمق الناس في الشوارع لأن هذا من رب العالمين هذا ليس من فريسوف آخر ونصلح آخر ومن مبدع ومن عبقري ومن واعز لا 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 من رب العالمين جاء فقط لكي يقدم لكل هؤلاء صياغاً إنقاذية تفعل على الدوام في كل زمان في كل مكان لو فهمت كما هي ليس بطريقة أو ليس بالطريقة التي سخر منها إقبال وقال الكفر يضحك من إسلامنا أو ليس بطريقة التي سabحك منها